اهلا بكم احبتي وانتم تتابعونا معي ما يشغل الساحة الاراقية من ارهاصات الوضع الراهن في حلقة جديدة من حلقات المشهد الاخير لم يغب عن المشهد العراقي في كل مراحله وتحولاته السياسية والاجتماعية نظام القطب الواحد الذي يصعد الشخص ويغيب المجتمع فكان من نتائج ذلك تراجع في الخدمات وغياف التخطيط وتميز في صناعة الازمات واذا بحثنا عن شواهد تدلل على هذه الصورة المعتمة فان صفحات العراق المعاصرة كفيلة بذلك ابتداء من عام 1921 وحتى نكبة حزيران الماضي حيث سقوط الموصل بيد داعش وما جاء بعدها من ظروف للتداء الاقتصادي واكتشاف القادة السياسيين ان البلاد من غير دعائم ولا مصدات تقيه من كل تلك المخاطر وفي مقابل ذلك تعالت أصوات الداعين إلى معالجات تخفيف تبعية المحافظات للمركز وتنقذ ما يمكن إنقاذه في الظروف الحالية وبين هذا وذاك قدم سياسيون وأحزاب وصفة تحمل رائحة الدستور الذي نص على مبدأ اللامركزية الإدارية لكنها لا تقلو من محادير انزلاق العراق إلى هاوية التفكيك الذي يفرضه ربما تعدد الهويات وتنافسها على خارطة الجغرافية السياسية وتأثير التوازنات الأقليمية والتحالفات الدولية وقبل أن نفتح ملف الموضوع على طاولة النقاش تابع معي هذا التقرير على الرغم من سحب الحكومة الطعنة بتعديل قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم إلا أن تصادم الصلاحيات بين تلك المجالس وحكومة المركز بات يعيق أتمام المهام الموكلة إليها فالعمل الخدمي للحكومات المحلية لم يخضع لإرادة الإنجاز إلا وتصادم بعمل الوزارات في بغداد عندما نكمل الشهرين بنقل الصلاحيات حقيقة سنجد مثلا بعض الوزارات قد تتلك بنقل تلك الصلاحيات أو بعض الوزارات قد تكمل أو بعض الوزارات لديها إشكالية بنقل تلك الصلاحيات لأنها تعتبرها اتحادية مثلا هنا رح يكونك اتفاق بين المحافظات والوزارات لتعديل تلك الصلاحيات وممكن إبقائها أو إرسالها إلى المحافظات بتشريع أو تعديل أو قانون جديد الأقليم هو حق شرع لكننا وأجزم على ذلك عندما تذهب تلك الصلاحيات أي اللامركزية إلى المحافظات سيغنين عن كثير من المشاكل والمطالبة بالأقاليم على الأقل في الوقت الحاضر لأننا اليوم نمر بثلاث أوضاع نحسد عليها أولا الوضع الأمني وهو معلوم لدى الجميع وثانيا الوضع الاقتصادي والوضع السياسي بالمقابل راح البعض يطرح خيار إلغاء الوزارات التي تصطدم بشكل كبير مع عمل مجالس المحافظات خيار يقال أنه صعب التحقيق في ظل توافق سياسي مسبق على تشكيلها كان يفترض أن نخطو هذه الخطوات ابتداء بالأقاليم بالأقليم يعني أقليم كردستان وأن تكون القضية الإدارة اللامركزية نحن لا نحتاج أقاليم نحتاج نقل السلطة والثروة إلى المحافظات مباشرة وتكون حصة المحافظات معروفة بعد استقطاع النفقات التحادية وتنقل خزائن أو الأموال مباشرة إلى المحافظة أعتقد هذه الخطوة اتأخرت بسبب هيمنة الأحزاء في الحكومة الاتحادية ومحاولة أن حصل هذه السلطة والثروة بيدها وبكل الأحوال فأن الصلاحيات التي يفترض أن تمنح لمجالس المحافظات ستحتاج إلى تخصيص أموال أكبر يقول نواباً أن الحكومة غير قادرة على توفيرها في الوقت الحالي إلا إذا استقطعت من الوزارات التي تصطدم أعمالها مع المجالس المحلية في تلك المحافظات رحبوا معي بكل من ضيوفي النايب عن التحالف الوطني جاسم محمد جعفر والوزير السابق القاضي والعبد اللطيف والقيادي في اتحاد القوى الدكتور طلال الزوباعي أبدأ بسؤالي لك دكتور جاسم هل سيكون قانون المحافظات الغير من تضمى بأقليم حلاً مرحلياً يمنع أقلمة المحافظات وانزلاقها نحو التقسيم نعم أرى بأن قانون 21 المعدل قانون جيد جداً وتفيد المحافظات على أقل تقدير العشر سنوات القادمة وطعت له المرونة الكافية على أن تتطور وتتنافس فيما بيناتها تعبد الطريق على أن تكون إن شاء الله إذا تهيئت الأمور أقاليم سواء كان على مستوى محافظات أو على مستوى مجموعة من المحافظات نعم قانون المحافظات قانون 21 قانون جيد ومفيد رغم بأنه أكو بها جوانب سلبية ولكن في كل أحوال إطلاقها في هذا الظرف رغم بأنه هناك شحة بالمال شحة بالموازنة مشاكل أريد نعرف دكتور جاسم شنو هي السلبيات يعني خلنا نتحدث بكل صراحة اللي أشرت عليها يعني سلبيات بأنه يعطي للمحافظ كأنه هو الناهي وهو الآمر هو الذي يوزع الموازنات ويتدخل بكل ما تبقى كثر من عشر وزارات رح تقريبا تبقى على مستوى الجوالب الاستراتيجية والسياسة العامة أما أمر بأنه كل شي يعني مدير الشرطة الدوائر الموجودة كلها ستكون ضمن إطار وعمل المحافظ وتنقطع كل هذا الدوائر عن الحكومة المركزية لكن قلنا نتحدث بكل صراحة دكتور جاسم هل يوم المواطن العراقي يبحث عن خدمات واليوم بالتحديد المحافظات الجنوبية وأيضا حتى في بغداد يعني في أطراف بغداد والمحافظات أغلبها هاليوم تبحث عن خدمات هاليوم إذا تكون تكون يعني للمواطن اتصال مباشر بالمحافظة أو مجلس المحافظة أو قيادة الشرطة يعني ما نحتاج أنه نرجع لبغداد ونرجع للوزارة ونرجع لهذه الحلقات الروتينية القاتلة للمواطن العراقي نفسه إلى مدى صحيح هذا الحديث بس هل المحافظات في السنوات العشرة التي يعني مرت وهل كانت موفقة في تقديم الخدمات مو الشوارع والطرق والمدارس على المحافظات وين شوارعنا وين مدارسنا ليش ما نبنت ليش ما نتسلمنا على المقرنصات وعلى الجداول يعني هذا المسأل هم سؤال يعني ثاني يعني أشوفك محافظة على هذا الموضوع شنو انت رافض الفكرة كنا أكثر من عشر سنوات وزير وأتابع المحافظات الملاعب اللي سوها وزارة الشباب ساحة واحدة ما سوها المحافظة رغم منه لا ما أرهم صلاحيات لا ما أرهم صلاحيات لا ما أرهم صلاحيات صلاحية المحافظة صلاحية وزير بعد أكثر من هاي تريدين يعني لكن قانونها كان معطل لا قانون غير شي تها قانون غير شي صلاحيات غير شي يعني مثلا باب المثال البصرة موازنتها أكثر من ثلاثة تريليون ليش ما تقدر تصرف إذا كان هناك مشاكل بالتعليمات خليني تحدثت عن البصرة وميزانيتها الضخمة خلنتحول على الديركتور والقاضي وائل عبداللطيف أستاذ وائل أنت سمعت كلام النائب جاسم محمد جعفر وتحدث أنه كان عدكم ميزانيا لكن المحافظ والمحافظة ما استغلت هذه الميزانية لخدمة المواطن العراقي وخدمة أبناء البصرة يعني وكأنه يحمل البصريين أنفسهم هذه المسؤولية شكرا جزيلا تحية لحضرتك إلى ضيفك الكريم الأخ النائب إلى سيد طلال الزوبع إلى المشاهدين الكرام جميعا إذا نشوف النظرة العامة على قانون إدارة الدولة والدستور العراق لعام 2005 فإن مستويات البناء الاتحادي هي ست مستويات حكومة الاتحادية في بغداد والعاصمة بغداد ثم الأقاليم ثم المحافظات غير المنتظمة في إقليم ثم الهيئات المستقلة وأخيرا الإدارات المحلية الأستاذ جاسم يتكلم عن المحافظات غير المنتظمة في إقليم والتي هي المستوى الرابع والتي لم تأخذ لحد الآن صلاحياتها على وفق مبدأ المركزية الإدارية السلطات الإدارية والمالية الواسعة وبالتالي لا تستطيع أن تنجز الأعمال لكن أستاذ وائل اتحدث نقطة مهمة جدا أستاذ جاسم قال نحن كوزارة شباب ورياضة بنين ملاعب البصرة لكن محافظ البصرة لا يمكن أن يبني أهالي البصرة واليوم تتحملون المسؤولية إلى الحكومة الاتحادية وبالتعديل الحكومات السابقة هم السبب في التلوث وهم السبب في تردي الخدمات في البصرة في المفهوم المركزي ولا تزال الحكومة مركزية كل السلطات بيد الوزراء أصلا حتى رئيس الوزراء لا يملك اختصاصات ولا يملك سلطات بالقدر اللي يملكها الوزراء فالوزير عنده قانونه وعنده سلطاته الإدارية وعنده سلطاته المالية وهو الذي يقيم المشاريع ويقر هذه المشاريع وينفق على هذه المشاريع والمحافظ مو بالضرورة أن يكون عنده صلاحية إدارية لبناء ملاعب أو يكون عنده مال مخصص لأنه من يقول يا برد نبني نسوي ملعب يقول هذا مو اختصاصك اختصاص وزير الشباب والرياضة يقول يا برد نسوي محطة كهربائية وهاي طرحها الأخ المحافظ السابق الدكتور خلط عبدالصمت على وزير الكهرباء قال للأموال من عندنا وإحنا نريد نبني محطة كهربائية قال لوزير الكهرباء هذا مو اختصاصك لا تدخل بأمور خارج اختصاصك ولهذا البناء يأما أن يكون اتحاديا كما ورد في الدستور ونعمل به أو يكون مركزيا كما كنا في وقت صدام والحكومات التي سبقته لكي يستقر النظام نعم لكن لكن أستاذ واعي خليني أتحدث الموضوع توسيع صلاحيات المحافظات وتخفيض صلاحيات بعض الوزارات هل سيسهم بترشيق إجباري في الحكومة؟ يعني هذا اليوم نحن ما شاء الله ميزانية 2015 هي بها موازنة أغشفية ست هيفاء الوزارة الاتحادية تضخمت كثيرا وصلت إلى 45 وزارة بإرادة من؟ يعني مون نسواها بهذا الوصف؟ الدستور إذا ناخذ المادة 110 و112 و113 الوزارة لا تزيد عن 15 وزارة شلون صارت 45 وزارة؟ وشلون تقلصت إلى 25 وزارة؟ هاي الإرادة اللي قاعد توسع وتقلص منين جاية؟ منين مستوحات؟ من المحاصصة 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 النقيتة الموجودة اللي أذت هذا المواطن البسيط وأذت الميزانية ودخلت داعش وخربة الأمة أقول لك معلومة صار يومين يتداول بها اللجنة المالية في البرلمان العراقي أن هناك أكثر من 6 ألاف مشروع راصدي لـ 228 ترليون دينار لا أساس له في الواقع وهاي المشاريع هي مشاريع الوزارات وليست مشاريع المحافظات فإذا كنا نريد أن نتكلم عن تلك في المحافظات وهو موجود لأنه الأحزاب للأسف دفعت بأشخاص غير كفوئين لإدارة المحافظات أو مجالس المحافظات وتحصل بين فترة وفترة انقلابات أيضا تقودها الأحزاب في هذه المحافظة وتلك وبالتالي الموضوع مرتهن مرتبط بالحكومة الاتحادية لهذا الوضع بهذا الشكل لا راح الحكومة تستطيع أن تعمل ولا راح يستطيع المحافظ أن يعمل إلا أن تجد الأحزاب السياسية اللي تقف على سدة الحكم وفي المرتبة الأولى من اختيار عناصر كفوئة مهنية تكنوكراد قادرة على أن تنقذ المحافظات وتنقذ مجالس المحافظات باختيار ناس مهنيين إذا عدكم اعملوا بيها إذا ما عدكم يشأكوا بالين أنفسكم بلوا بهالمحافظات اللي قاعد تتعطل خدماته وتتعطل منه ويتعطل بيها خليني أنتقل إلى النائب جاسم محمد جعفر يعني تحدث أستاذ ويل عبداللطيف أشياء مهمة جدا وهي كلها حقيقية لكن نحن نطرح السؤال محدد كان هناك موافقة لدى الحكومة السابقة على تحويل عدد من الأقضية إلى محافظات هل سيعول السياسيون على هذا الموضوع بالتحديد قبل هذا الدكتور هو خلنا إذا على الجرح بصراحة إذا المشكلة مو بالحكومة المركزية المشكلة بالأحزاب والمحاصصة وهذا ما حتى إذا تحولنا إلى كل محافظة أقليب بحد ذاته ما دام موجود لنفس الأحزاب لنفس الكتلة لك اليوم يشوفون أهالي يعني أهالي الجنوب يشوفون هناك تهميش يعني يقول لك أنا أصدر من النفط مليونين ونص برميل والله يصدر لي ميتين وخمسين ألف برميل هو متمتع بالأمان والاقتصاد والشركات والخدمات وأني عايش بالتنويض وأيضا عايش بالأمراض هذا الإشكال بالدستور لا 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 ماكو حتى بالحكومة العراقية خلنا نحتيب كل صراحة اليوم أن تكون في محافظات المحافظات كلها تكون لهم صلاحية راح يجيبون شركات استثمار راح تصير هذا ونشوف كل اثنين إن شاء الله إذا أعطيت كل الصلاحيات إلى المحافظات راح نشوف إن شاء الله نعم نحن معي أعطاء كل الصلاحيات للمحافظات ولكن أنا حاليا على أقل تقدير ما أرى من عشر سنوات بأن هذه التركيبة الموجودة في المحافظات قادرة على أن تكون جديرة بصراحة المحافظات جديدين على تقديم الكدمات وبنفس السبب الذي ذكرت الدكتور أسانم يقول أن هناك محاصصات موجودة في كل محافظة المشروع الموجود فيه نجيب بصرة خاف الدكتور اللي يقول ليش تنلوت البصرة نجيب واسط المشاريع الموجودة فيه واسط يعني مرات شوف تتقسم تتقسم كما تحدث هذا المشروع للحزب الفلاني هذا المشروع للكتلة الفلانية وبالتالي إذن ما رح نجيب الكفوئين لإدارتها بقدر ما وأنا مطمئين أحتيها بدون الكفاءات الموجودة في المحافظات غير قادرة إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية بسبب محاصصة بسبب عدم زج المكائل الكفوء في العمل والسبب محافظة خلي خلينا نتقل إلى سيد طلال دكتور طلال هل سيضمن قانون المحافظات الغير منتظمة بأقليم استمرارية الشراكة في حكومة الوحدة الوطنية أولا بسم الله الرحمن الرحيم تحيالي شوية لضيفتي الكريم ولأخونا وضيفنا العزيز عبر الأقمار الصناعية ولكل مشاهدي قناتكم العزيزة القصة يعني هي يبدو لي ندخلنا في إشكالية طبيعة النظام السياسي وآلية بناءه رمت بثقلها على كل شيء يعني رمت بثقلها على الحكومة الاتحادية ورمت ثقلها على الحكومات المحلية وبالتالي المشكلة بالأصل هي مشكلة سياسية شرعية السلطة وآلية ممارسة فيها إشكالية مثلا احنا في العراق اليوم مثلا عدنا كفاءات في كل الإختصاصات بس ما عدنا كفاءات في المجال السياسي بمعنى ليش ما عدنا كفاءات في المجال السياسية هل العراق خالي من الكفاءات السياسية لا بس العراق معقولة ما عدنا كفاءات في المجال السياسي لا هذا الكم الهائل من السياسين اللي موجودين بس خليني خلينا خلينا وضع ليش بكرتين خليك هذا الكم الهائل هذا الكم الهائل المستوى إنجازه طعيف يعني عراق في مع السنة بعد الاحتلال ومن ثم التحرر العراق الآن يعني الآن يبدد الآن مستوى الأمن للناس يكاد أن يكون صفر السياسين المرموقين والسياسين العارفين وأصحاب الكفاءة هم دول يحسبونها بنيني شون الطبيب من يحسب يعني مرض أشخاص يراجعونه أمراض المجتمع أحنا ما عالجناه وإنما السياسين شمروا أمراضا على المجتمع بالتالي بلو المجتمع بلو أنا متأكد أنه آلية وشرعية النظام السياسي تكون عبر الانتخابات ولي أن الانتخابات يشوبها ما يشوبها فقد أوصل أناس غير قادرين أما غير كفو أو غير عارف لكن خلينا وهذا شوى بدوره سوى بدوره أنه اليقبض على السلطة الاتحادية ليس الكفاءات وليقبض على السلطة المحلية ليس الكفاءات خلينا نتحدث عن موضوع الموضوع اللامركزي وموضوع المهم جدا هي الأقالي يعني شون ينظر الدكتور طلال الزبعي إلى تصريح محافظة الأنبار الجديد بأن مشروع أقليم الأنبار مشروع مؤجل إلى مرحلة ما بعداش أكيد لأنه كيف هذا الأمر المنطقي أنت كيف تقييم أقليم وانت ما عندك السلطة فيه يعني أنا أريد يعني نقطة مهمة يعني أنت عندكم هذا المشروع مشروع أقليم السنة أو مشروع أقليم لمبار مشروع أقليم الموصل لكن مؤجل مؤجل لحين تحرير هذه المناطب الأفق السياسي في العراق اليوم بالبصرة ومثل ما سمعنا الدكتور وائل عبداللطيف وبعض النواب اللي موجودين بالبصرة هناك مطالب كبيرة بأقليم البصرة أنتم أيضا هناك توجه إلى أقليم السنة أو أقليم الأنبار أقليم الموصل أقليم المناطق اللي محتلة اليوم من داعش العراق يعني تعود على السلطة المركزية منذ أن بدأ على وجه الأرض أول شعب على وجه الأرض وأول مفهوم الدولة بدأت زمن سرجون الأكادي والحاكم الرمز الحكومة المركزية وأفضت إلى حضارات متعاقبة يختلف الناس على شقد هي حضارات تحترم حقوق الإنسان لكن عموما الحضارة في وادي الرافدين كانت رمز لكل شيء نعم اليوم عراق بعد الآلفين وثلاثة بالمشروع السياسي المتفق عليه في مؤتمر لندن أنه يكون العراق لا مركزي اتحادي هل الاتحادية مفهوم اللامركزية يمثل مخرجا لحل أزمة العراق الأولاء هذا سؤال أنا بتقديري اللامركزي ممكن أن تكون مخرجا ممكن أن لا تكون مخرجا تكون مخرجا عندما تكون بظروف طبيعية وجود كفاءات وجود عملية أن نأخذ من السلطات الاتحادية إلى السلطات المحلية بالتتابع إلى أنه نقيم حكومات محلية لكن نطيني جوابه بصياحة خلينا نحكي دكتور أنتوا مع الأقليم؟ السنة عموما والمنطقة الغربية كانت أشد الرافضين للأقالي ليس يعرفون الجماعة أنه لم يمر الدستور تغيرت اليوم القناعة؟ بس خليني كم هذا الرافض للدستور لأنه كانوا يحلمون بعراق قوي متناهى القوة نفهم الفدرالية أنه الدولة ليست قوية بس يمكن أن تكون الدولة قوية إذا صارت كل السلطات الخاصة بالاتحادية من أمن وكذا بالمنطقة الغربية اليوم أنا قلت شيئا نتيجة المعاناة من عشر سنوات إلى الآن أعتقد يمكن أن يحصل دعاة أو المطالبين بالفدراليات يحصلون على أصوات تتجاوز الخمسين زائد واحد أما في جنوب العراق احتمال الأخوان رغم كل الجهد اللي بدلوه يعني من 2003 إلى اليوم يمكن أن لا يحصلوا نعم يعني أنت مع الأقاليم؟ أكيد الآن أنا مو مع الأقاليم أنا مع أنه أو توجه ناس نزيجة المعاناة ذهبت إلى الأقليم يعني أنت مع الأقاليم يعني يعتقدون السنة خلاصهم من العذاب الذي تعرضوا له يمكن أن يكون الأقاليم ليش؟ لأن الأقاليم يعني تقصد بالعذاب أنه احتلال مناطقهم؟ ليس بس احتلال يعني السلطة مارست يعني في الثماني سنوات الماضية أعتى أشكال العنف للسلطة عنف السلطة تجاوز كل المعقول وبالتالي كانت هاي النتائج أنه أهل المنطقة الغربية لم يجندوا أنفسهم بالدفاع عن عراق كان فقط يفكرون شون يحامون أنفسهم ويحامون دولتهم نعم لكن قبل ما أرجع إلى القاضي والعبداللطيف أتحدث مع النائب جاسم محمد جعفر أتحدث سيد طلال الزوبعي كلام مهم جدا وقال في السابق كنا من رافضين لأقليم للأقاليم وأيضا للتجزئة هاليوم بسبب التهميش وأيضا بسبب الضغوطات اللي مارست عليهم الحكومات السابقة وأيضا غياب الصلاحيات هاليوم هم من الناس اللي داعمين لمشاريع الأقاليم يعني شو نتحدث عن هذا المهم هذا الفكر ما أتصور النتيجة اللي يتفضل بالدكتور يجيب أكثر من خمسين بدليل أحداث داعش بصراحة كان هناك صوت عالي في الأنبار وفي صلاح الدين وحتى في نينوى حول الأقاليم وكان صوت قوي يعني قوي على شكل تظاهرات على شكل ساحات الجمعة اللي تشعي يصير أما بعدما دخل داعش وصار مجموعة من هذه النفوس اللي كانت تدعي بأنه تريد مصلحة لفئة معينة الآن داعش دمر الآن المتضرر من الإخوان السنة وأكثر مما تضرر الآخرين هم فقدوا الصايا والصرمايا حتى القاع والأرض بسبب التهميش لا بسبب التهميش سابقا قد يكون لا أريد أطرأي بها لأن أنا أريد أسأل الشرطة والجيش من الشعرون ونفس أبناء المنطقة شعرون أسأل مركزية وهذه المركزية تأثر سلبان هذه قضية ثانية بس أنا الآن أقول بعد هذه الأحداث الآن ابن الأمار وابن نينوى بالذات متأذي من داعش حاضر أن يكون موظف صغير عد بغداد مو حاضر بعد يكون موظف عد ابن نينوى بسبب بما يعيش الآن لأن المحلة الموجودة فيه هل سقد يكون يقول داعش كل جاي من برأة لا في نينوى ما معقول سبع مئة تفر هناك ناس من أهل نينوى الآن يحكمون أنا بارح بالليل أبناء تلافر يطالع أنهم معرفوا من تلافر شلون يحاكمون الناس وشلون يتعاملوا مع التركمان في داخل تلافر مو غربة ولا جاي من غير دولة نعم نعم المقاضي المطالبة لا عن محافظة لا عن رئيس مجلس محافظة ولا على وزير ولا على كيان ولا على مذهب ولا ولا وإنما تتكلم مع مجموع السكان في المحافظة هم الذين يقررون يحقوا ممارسة الحق تابع لهم وبالتالي لا وصاية على هذا الحق يعني أنا الآن في البصرة ما من حق يأبلهم الأهل الأنبار يابا أهل الأنبار أيضا أن لا يتكلمون باللغة التي كانوا يتكلمون بها سابقا من الوصاية لأنه هذه الوصاية قد رفعت بعد 2003 وأصبحت كل محافظة لكن لكن أستاذ دوائل أنتم بالبصرة رعيتم هذا التوقيت زين إذا احنا بال2004 الوقت غير مناسب وبال2006 غير مناسب وبال2008 غير مناسب وبال20010 غير مناسب وبال20012 غير مناسب وبال2015 ما مناسب ما تقول لي لش وقت الوقت مناسب ومن هو الذي سوف يطلب صيحة الموافقة يعني هو العراق دخل بنفق من الأزمات وهو يفر عليك هذا هي البصرة دخلتها بأزمات لو جنايز قاعدت روح للبصرة لكن البصرة جزء من العراق غير الحكومة جزء من العراق يا من حكومة التحادية هي اللي دخلت البلد بأزمة هو منه دخله البصرة له العمارة له الناصرية له النجف له كرملاء له واسط له بغداد شنو علاقته بس حكومة بغداد هي التي أدخلت النفق يعني المشكلة المحافظات مرتبطة مع بعضها يعني هاليوم أنتو مصرين لا نتكلم عن هذا الموضوع أنتو لا تعتبرون نفس صاليين عندما نتحلم سيات القاضي خلي نحكي خلي نحكي بصراحة أنتو مصرين كسياسيين وأعضاء برلمان وأيضا ممثلين عن البصرة مصرين أن يكون أقليم البصرة في عام 2015 إن شاء الله وسوف يكون وسوف يتحقق وتتضاءل كل الأصوات التي تناهض هذا يعني عدكم مقدمات لهذا المشروع لو لم تكن لدينا يعني مقدمات ولو لم نستحصل على تواقي نستطيع أن نتكلم من خلالها لما أطلقنا ذلك في الفضائيات نعم وإنما نحن واثقين تماما أن ما يحصل في البصرة حقيقة هي ثورة ولكننا نريد أن نجمع المليون توقيع قبل أن نطلق المبادرة الآن نشتغل أفقين يمكن نسيات القاضي اللي يشوف ويشاهد أقليم كردستان يعني ويشاهد العمار والأمان ومستوى الخدمات والاقتصاد اللي موجود والاستثمار يمكن ينطي دافع أنه يقيم هذا الأقليم بأسرع وقت والله شوفي أقولك بالمقارنة نسبة الفقر في البصرة 31% نسبة الفقر في أربيل 3% نسبة المرض في البصرة تتجاوز 51% الأمراض المسرطنة والتيبي وما يتعلق برداءة البيئة والمياه المالحة وما إلى ذلك من أمور وحرارة حيث تعتبر من المناطق اللي يسمونها الحارة اللي هي مجلبة للأمراض ونسبة الأمراض أقل من 20% في أربيل فهذه المناطق لما تتمرض وتمنع الزراعة عنها وتمنع الخدمات غير أكو تعويض لكي تكون هناك تنمية مستدامة حدثت نقطة مهمة اللي تفهمها يعني شنو تمنع عنها الخدمات يعني شنو تمنع عنها الزراعة شنو تقصد يعني لما تجي مئة شركة نفطية تسيطر على كل الأرض في محافظة البصرة وتطلق أبخرة سوداء لاستخراج النفط والغاز ويقولوا للمزارع ما من حقك تزرع أبو المستشفى ما تبني أبو السكن ما تبني استثمار ماكو وهذه مثلا ما موجودة في محافظة نينو لأنه كلها تعتبر أرض الزراعية من يجون يقسمون الموازنة يحسبون نينو على عدد سكانها ويحسبون البصرة على عدد سكانها ما يأخذون بنظر للاعتبار ما نتغرر به من النفط اللي نستخرجه يا با إحنا لو ما النفط والله كان صرنا شعب نموذجي لكن استاذ وائل أريد أتحدث أنت تعبر عن رأي الشارع البصري لهذه قناعة شخصية أنا زرت قبل عشر تيام محافظة البصرة والتقيت بثلاث نجوات جماهيرية نعم ثلاث جماهيرية زادت عن ألف في المدينة وبني منصور وفي الزبير وفي التنومة شط العرب بالإضافة للناس اللي أستقبلهم والآن عبر وسائل التواصل الاجتماعي لو حضرتش التابعين تجدين ثورة وصلوا إلى مرحلة العلم ونشيد ووصلوا إلى مرحلة بناء كيان سياسي وتوحيد الجهود القائمة على تكوين إقليم البصرة وسوف يضعون الإقليم أمرا واقعا أمام الحكومة الاتحادية عندها لا تستطيع أن تركض دكتور هل سيتم تهيئة الأرضية لدولات مستقبلية تحتكم إلى هوياتها الفرعية يعني هاليوم من نشاهد هذا اليوم دول العالم يعني خلينا نتحدث عن أمريكا أمريكا هناك أقاليم يعني تحت غاية الحكومة المركزية الاتحادية شوفي هو يعني الأصل أنه يعني القوة السياسية اللي مرت الدستور آمنت بالأقاليم كأحد وسائل حل مشكلة العراق أو يمكن أن يكون العراق عبر الأقاليم دولة يستطيعون الضغط على أقاليمها والعلاقة الخاصة بها وبالتالي يتحكمون بالمشهد يعني اليوم قليم كردستان النموذج لديه علاقات سياسية ترتقي إلى أعلى من مستوى الإقليم يعني اليوم وزارة الدفاع الألمانية زود مباشرة لبيش مرك بالسلاح لكن يمكن تجربة تقليم كردستان تحديث بكل صحيح تجربة تقليم كردستان يمكن تختلف يعني بسبب القومية بسبب أشياء كثيرة يعني دائما نسمع بالانفصال بالانفصال هذا يشكلنا خطر بأن الأقاليم اللي موجودة وراح تكون تشكل بالعراق يعني باشر البصرة هم الشكل انفصال وتعلن دولة وهذه صعدنا مشكلة والأنبار نفس الحالة وتجزأ العراق لا لا هو يعني الأقاليم من حق مواطني هيصلوا للحق يعني أكو مخاوف مخاوف حقيقية بشارع العراق بس خلينا أكمل الأقاليم من حقها تذهب للاستقلال أي بمعنى ما دام هي رغبة شعب من حق لأنو أنت إذا تعرفين لكن ماكو أي رغبة يعني بس خلينا خلينا أكمل يعني مثلا مقاطعة ويلز في إنجلترا أو مقاطعة شمال إنجلترا اسكتلندا لكن هذيك مجتمعات موحدة على مستوى الهوية بس خلينا أكمل يعني فايق شاسع لنا بس خلينا أكمل اسكتلندا قررت تستقل فدفعوا اليأمونون بالوحدة حركوا إلى أنه فشلت عملية استقلال اسكتلندا الأقاليم تصبح كيانات سياسية لديها الحق لاحقا بالاستقلال عندما يقرر الأغلبية الاستقلال وبالتالي الخشية العراقية لكن خطورتها خطورتها تكمن أنه تهدد تهدد الوحدة الوطنية هو هذا أنا متفق معك أنا متفق معك أنا متفق معك شون أقبل أنه هذه الأقاليم تهدد الوحدة الوطنية أنت ما تقارن بس خليني بمعنى أنه الأقاليم يمكن أن توصلك للاستقلال دولات لا استقلال ما لا لا الأقاليم يمكن أن توصلنا إلى تجزئة العراق ويمكن أنه أريد العراق كله تحت علم واحد وغاية وحده ومن الممكن أن نتحل مشاكلنا ونقيم دولة قوية أسوة من النموذج الأمريكي بس هذا يعني اليوم العراق الشكل يعني شكل الأقاليم حتى وإن كان قليم قليم هو ذا صبغة طائفية يعني مثلا المحافظات الستة السنية السنية المحافظات الجنوبية الأغلبية الشيعية نعم المحافظات الشمالية الأغلبية كردية نعم وبالتالي نحن إنشئنا أم لم نشأ الأقاليم مفتاحة لتدسيد دولة المكونات نعم اللي يبحث عنها الدكتور لكن أنت مع هذه الأقاليم اللي قبل قليل تحدثت أنها صبغة طائفية يعني ما على سف السنة لو لا عنف السلطة سيكونون أشد الفرسال المدافعين عن وجود مركز قوي في بغداد وبالتالي دفعوا ثمن الإصرار المستمر على أن يكون المركز في بغداد ودعمه وبالمقابل المركز سوى شيء ما حتى خالي خارج إطار البشري أن يعمل بالناس بهذا المستوى من التنكيل والاعتقالات والقتل والتشريد بمعنى أنه السنة أجبروا حقيقة أنا العراق يمكنكم يسمعوني السنة أجبروا وأكرهوا أن يذهبون إلى شوازاك على الأمر منه وبالتالي الأمر منه ذهبوا للسنة لأنهم ما عنده سبيل وهذا يتحمل حكومة بغداد وطريقة بناءها الأمني ولذلك اليوم حتى قبل ما كمل ولذلك اليوم السنة عندما يدافعون عن محافظاتهم هم فقط يفهمون أنها مكان لسكنهم أكثر من كونها جزءا من وطنهم خلينا ننتقل إلى السيد جاسم محمد جاسم دكتور رفض الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأقليمية تعرض العراق إلى التقسيم بشلون نقرة هذا التوجه اللامركزي طبعا الأمريكان على كل تخدير مع الأقليم وليس نسمى هذا التقسيم يحجون مثل ما تفضل الدكتور بداية التقسيم الأقليم إذا تشكلت الأقليم يعني لا تم معلوم بالمستقبل راح تصير ثلاث دول هذا مشكلة بشكل صريح الدكتور طلال الزوبعي وقال هناك أقليم بصبغة طائفية هذا اللي وضعها الأمريكان وإحنا نطبقها على سب بصراحة إشكال الدستور الموجودة عندنا إحنا مرات ننظر لأمريكا والإمارات دول الدول الفدرالية والتحادية نعم ما ننظر بأنه كانوا يتعاركون فيما بيناتهم واحد محافظة تهدد محافظة اتفقوا شكلوا الفدرالية نعم من شكلوا الفدرالية دكتور من شكلوا الفدرالية نحشيها بكل صراحة اتفقوا اتفقوا وصال العمار والبناء والاستثمار هذا اليوم نحن نشكل الفدرالية وخلي يصير العمار والاستثمار والمواطن يستفاد كانت تهديد المحافظات فيما بيناتهم من مصطحة الجميع ان نتفق على آلية واتفقوا نحن المشكلة نريد نحول العراق الى محافظات حتى محافظة تهديد محافظة كأنه نريد نرجع قبل ان اتشكلت اتحادية امريكا وليش ما نقول ليش ما نقول سيادة النائب نقول محافظة تتنافس ويا محافظة بالإعماع والاستثمار والخدمات ايه هذا ما نتمنى يعطى صلاحيات المحافظات هذا ما نتمنى اما قضية الاقاليم بصراحة بهذا المنهج اللي ارى كأنه تريد آخرين يفرض علينا باجنات قد يكون وراه اسرائيل وراه امريكا وراه غير قضايا الا اراق تتقسم الى ثلاث محافظة ثلاث قائلين قبل ما انتقل الى سيادة قبل ما انتقل الى سيادة العبداللطيف اريد اعرف شنو الاعتراض يعني على الاقاليم شنو الاعتراض ووجهة نظر يعني في دولة القانون في دولة القانون ارى حاليا نفسية في الاونة الاخيرة هذا الموضوع هذا المشور لكن اريد الاعتراض يعني على شنو حتى دولة القانون مع الاقاليم يعني هو صعب الواقع السنة يقل لك اتحاد القوة انا عشت مهمش وعندي اعتقالات وعندي عدم خدمات وانا البصرة يقل لك انا اصدر النفط وأنا ماما أخذ حقوقي وعندي أمراض وعندي تلوث أريد أن أعرف شلو أنتو إعتراضكم لا ما عدت أعتراض أصلا ما عدنا إعتراض في نسبة لقاليم غير ما عدتكم إعتراض 3 قاليم شيء لا ما عدنا إعتراض يعني عندنا شكال على قاليم المحافظات نعم منظومينها البصرة وغيرها يعني عندنا شلو الأشكال هو هذا للعراق بدل أن يتقسم إلى 3 يتقسم على 18 وبصراحة راح تكون على قليم كردوسة أكوى من هذه القاليم كلية وعندها نظر حادية الأبعاد وبالتالي المستفيد الأول والأخير بعد القضية هذه القضية لازم نعرفها نحن مع إيجاد قاليم كبيرة إذا اختلت الضرورة وإذا فرضت على الواقع يعني أنه مع الأقاليم الكبيرة وليس مع أقاليم المحافظة نعم خليني أشوف رئيس القاضي والعبداللطيف الساد واعي لاتحدث دكتور جاسم نقطة مهمة جدا قال نحن ويا الأقاليم لكن مو أقاليم المحافظات يعني هاي شو نتحدث عنها وأنتو البصرة الطالبون بقليم محافظة احنا أولا نعبر عن حقيقة آراءنا الشخصية أنا من دعاة أنه كل محافظة تصير أقليم من 11 أقليم يكون عندنا؟ لا 14 حتى حتى كركوك أيضا نصير أقليم ونخلص من المشاكل كردستان أنا واثق لو أن كل محافظة أصبحت أقليم للسليمانية أيضا نصير أقليم ودهوك نصير أقليم وأربيل نصير أقليم لأن الآن أربيل أيضا تسبب مشاكل إلى السليمانية وإلى دهوك نعم فبالتالي هذه حكومات تصبح قوية في 18 محافظة وتتكون من هذه الأقاليم الحكومة الاتحادية الحكومة الاتحادية كما هي قوية في أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية سوف تكون أيضا قوية لأن الأقاليم أصبحت قوية الآن الحكومة الاتحادية ضعيفة والمحافظات أيضا ضعيفة أستاذ وائل البعض يفسر ربما يفسر أنه موقفك أنه القاضي والعبداللطيف يريد يصبح عراب تقسيم العراق بعام 2015 يابا هو الشعب ما رايح للتقسيم الله يخليك هي 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 هاي الخطب اللي ملأت الدنيا والقتال اللي يوصل للدنيا هو والعبداللطيف يقسمها لو جيش وطني راح يسوون بالأقليم السني والجيش بأقليم كردستان ده السلحة ألمانيا إحنا بس نقول من حقنا نسوي أقليم طبقا للإجراءات الدستورية يتقولون والله أنتم تردون تقسمون العراق بعدنا لا مشينا ولا كذا بس مجرد أن نتكلم أنتم تعملون على تقسيم البلد في بناء جيش وطني في الأقليم السني تتجهزون البيش مرقى وقوات الحدود والأمن الكردية بسلاح خارج موافقة الدولة هذا كله مو تقسيم استاذ وائل جاوبني بصراحة لكن ابن البصرة ونتيجة المظلومية والتهميش أنا أقول لك قسم من البصرة ذهبوا إلى جمهورية البصرة الديمقراطية أنا أقول لك نعم أنه قسم من الناس يقول لك عفونا من العراق ما لزو من العراق إحنا ولاية كنا وقت اللي ما كان العراق أصلا يقول لك نحن نقسم البلد على أساس طائفي يعني هنا يصير أقليم السنة وهنا أقليم الشيعة وهنا أقليم راح يصير للتركمان والكورد وأيضا للمسيحيين بالمحافظة الواحدة مشكلة ما راح تكون عندنا راية وطنية مشكلة كلش كبيرة راح نعاني منها الغاية الوطنية ما راح تكون عندنا المحافظة الواحدة وأخص بالذكر البصرة البصرة شيعية سنية مسيحية صابئية يهودية بيها كل المكونات اتفقت كلمتهم الآن على إقامة الأقليم هذولا كلهم الآن متفقين بالرغم من الأحداث اللي قاعد تحصل إلى الأخوان بعض أحيان العرب السنة لكنه أيضا اغتيالها قاعد تحصل إلى الشيعة لو أن هناك أقليم كان هذا كله ما حصل هذا أولا لكن سيادة القاضي في سياق الحديث عن اللامركزية الإدارية شنو مصير المناطق المتنازع عليها أو المختلف عليها إداريا على ضوء القانون الواحد والعشرين لعام 2008 2003 كمجلس حكم صدرنا أكثر من 140 أمرا تشريعيا من ضمن الأوامر التشريعية أن نجري تعداد عام للسكان وإحصاء هذا الموضوع متأخر من 2003 إلى الآن أنا بالبصرة شنو ذنبي لأنه كركوك بيها مشاكل وما قادر تحلها وهي أقليم كردستان والحكومة عاجزة عن حله وأنا شنو ذنبي لما الأنبار عندها مشاكل ويا كربلاء أبو العمارة يا همالتي أبو السماوة شعلي أبو الديوانية ليش يتحمل وزر يا بهذا الوزر كلها الناس دا تتحمله نتيجة عدم حل مشكلات البلد البلد بيه مشكلات غير قابلة للحل لو قتال لو مرحل يعني أفهم من كلامك أستاذ وائل 2015 راح يكون أقليم البصرة ونضيف هيفاء الحسيني كمديرة وزيرة إعلام في أقليم البصرة شكرا جزيلا إن شاء الله الله يحقق خدمة للمواطن العراقي خلي أنتقل إلى الدكتور طلال الزبعي هل سيدخل مشروع قانون الحرس الوطني ضمن دائرة تحفيز مشروع الأقلمة أو اللامركزية يعني هو شوف يؤسفنا أنه أحنا نكون في زمن يحدث ما يحدث للعراق هذا طبعا لعنة الله والتاريخ دا أنتم ما تحملتم مسؤوليتكم التاريخية لا لا بس خليني مو شكل الإجابة لا لا ما تحمل مسؤوليتكم التاريخية والشعب راح يحاسبكم كنتم والله العظيم لا لا الإجابة مو هكذا الإجابة الإجابة أنه قادة العملية السياسية لم يكونوا من الحصافة والعقلانية والمنطق من أنه يبنوا عراقا يمكن أن تصان فيها الحقوق والحريات ومقابل وجود الدولة المركزية ما قدروا ما قدروا يكون عندهم عقل أنا أنا بس أريد أفهم والمواطن يفهم بس نقطة نقطة أنتو ما استوعدتم مع بعضكم لو شون تحشينون ما قدروا لا 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 أنتو كلكم بالعملية السياسية لا 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 يعني أنت ما مستوعب للبعض الآخر لا 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 ما مستوعب لا ما الشكل للقصة لشي نقصد؟ القصة قاتلت العملية السياسية هم يصنعون الأحداث وهم مسؤولين الشي يردون يصير إذا توازه وحط له يصوتون عشر يقولون أغلبية في البرلمان يحصل على عشر صوات يحصل على أغلبية الكبار من يردون شيء في العراق لا يقال لهم لا هؤلاء من 2003 لن أبعد من المحاصصة هؤلاء من 2003 هم متعاهدين وموقعين على تقسيم العراق أبعد من فترة وبالتالي راد يحصلوا على السلطة بأي ثمن أنت خل الأصير لو حتى البلد يحترك هذا المفهوم الأقاليم وبالتحديد أقليم السنة راح بمفهومكم أنتوا كسياسيين سياسيين أو مسؤولين هذه المناطق راح ينطي ضمانات للمواطن هذا المواطن هاليوم اللي نازح هذا المواطن اللي عايش في أسوأ الخدمات راح ينطي ضمانات أنه أنتوا راح تقدرون تحققوا له أيضا راح يكون هناك صراعات داخل هذه الأقاليم صراعات سنية سنية داخل أقليم السنية وأيضا سراعات شيعية شيعية داخل أقليم الشيعة السنة شافوا ما يعني فوق الخيال وبالتالي يقول لك أي شيء أقبل به خارج إطار أنا أشوف ما شفت بس خليني أكمل ولذلك هم الآن لا لا هم الآن يقول لك شو يصير أكثر من أنه أتهجر من أتخرب بيوتي أتدمر الآن خمس ملايين مهجر نعم بعد أكو شيء بالدنيا يصير أكثر من هذا خلي قد عليك هذا ما عرفناه قبل من صار الإراق هذا الحديث اللي يتحدث في الدكتور ومن يسوى الوضع السنة بهذا الشكل غير السياسي للسنة حتى تكون لكي هم كبروا وكبروا وباب جايل كالبغداد يقص رأسك هو ماكو الشكل هسا تروحي إلى منينوان أكو شرطة من بغداد أكو شرطة من موصر نعم كانكو خمسة فرق بالمصر لا جيش هذا لا شرطة اتحادية هل أننا جايين إلى ملاطق معينة لعمل معين أما داخل المركز والشرطة شرطة من البلد حتى القوات الموجودة هناك أتحدى جيب إلى 20% بأشياء أتحدى الجيش الشهر الموجودة هناك مو таким مصرح شهر يعني يتحدث عن تسبب هذه الأزماعات الموجودة ودخول داعش ما كان يمتد 20% من الأشياء بس المشكلة والله مو هذا حلو نسمع المشكلة هما السياسيين اللي تفضل المادة على سياسي الشياء وسياسي السنة نفسه كل السياسيين اللي مرات يكبرون القضية أكثر من الحجم وعامة الناس يصير بها تفاع وبعض علماء السنة اللي وقفوا بالمنصات وتحدثوا حديث والله ما يرضى الله هذا اللي أوجد الوضع الآن كما ذكرت وأبدأ من التاريخ من المتضرر أسا الشعب القاعد بالمصر متضرر واليوم الآن لأنهم مضررين يطالبون بأقليم السنة لا هسا ما يطالبوها والله بعد دعش ما يطالبوها ما يطالبوها أنا أقول لك والتاريخ جاين بعد ما شافوا من أبناء السنة من عندك دكتور هذا رأيك شخصي وليس رأي السنة قال لك ما يطالبوه لا هذا وجهة نظر تخطوها بمستقبل يفرضوها بس يعني حتى نكون منطقيين وعقلانين هو كل شغل بالمنطق إنه الناس لو كانوا السنة شركاء حقيقين بالبلد لما كان موجود داعش داعش نتاج عمليات معاناة السنة هذا متفق عليه قولي شلون والله جابوا ولا جابوا ولا جابوا ولا دمية وخلوا بالوسط بس خليني صندق داعش عن تشكيل سني مو تشكيل سني الآن موجود في مناطق السنية شاعة مخلانا بطب قبل قاعد شاعة تشكيل سني عزيزة أكو أعنا طلعنا القاعدة المرأة من جابها ذني من رتبها من وجابها من عطا هذا اليوم نحن نتمنى كمواطن عراقي أن تتكاتف الجهود وأيضا ينقاذ هذا المواطن الذي هذا اليوم نازح وموجود في الله يساعده الله يساعده في مكان يمكن ما يقدر يعيش بها أي واحد بهذا البرد القارس إن شاء الله إن شاء الله ينظرون سياسينا وبرلمانينا وحكومتنا إلى هذه المعاناة الحقيقية للمواطنين والله العظيم من له هذا اليوم آني أيضا من أسمع هذه المعاناة والمواطنين سمعنا للمعاناة أقليم ما أقليم المهم أريد خدمات وأمان في الختام وسط التحديات الأمنية والإسراع بخطوات إصلاح لإداء الحكومة ومعالجات مشاكل التواثق السياسي وإنفاذ البرنامج الحكومي تبقى رغبات أهل المحافظات تبحث عن الحل الأمثل لتحظى بالخدمات وظروف العيش الآمن إلى اللقاء مشاهدين ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا